انت قد انت انا مش بكلمك ما بتردش عليها ليه ما حصل حت دي انت رباها ده شاري ما خطفوني وادوني في مكان غريب كده كانوا يختصبوني اه بس انا قاومت ما لك يا شاري انت عامل كده ليه طيب بص بقى انت هتنسى حوار بنت الكلب ده خالص وهتطلعه من دماغك وهتبتل حياتك من اول وجديد وبكرة تحصلني على بيروت ماشي يا عم ده شاري فيه ايه؟ اسمع كلام اخوك مش هلا اخوك والا ايه؟ هو اكتر من اخويا كمان يا تامر عشان كده الخيانة لما تيجي من الاخ بتبقى مره يا صاحب عمري ما كنت تخالي من يوم توجع هتوجع من اقرب الناس دي عشان كده الوجع تامره يبقى جادي هو يا صحب هاااااااااااااااااااااااااااااااق ايه؟ اقرب الناس دقيقية اشه وانا مش كنت بقولك انك عايفة كل واحدي صفت بغيبك خلتني الواحد انت جاي تلعب بينا جادع انت ولا ايه لا يا زناتي انا جاي اجيب لكم حل ردينا كلنا بالقانون القانون محتاج متهم علشان يحاكموا اسليم بيه موجود وده هنجيبه منين ان شاء الله موتنا ده يخص تامر وتامر شوية هطلع برابرد لحد ما الحكم يسقط عليه وانا اتفقد كده مع الحاج جلوسي يفضل ايه؟ يفضل كتير موت زياد يخص زناتي نعم اخويا انتو جايبين هنا عشان تتفقوا عليا ولا ايه؟ ايه ده يا زناتي بطول كلام يدخل العقلي اسليم بيه يرى يا متر هو انا بقول حاجة غير الحقيقة؟ بالزناتي اللي موت زياد ولا ايه؟ اه انا اللي موته والبهاشروا كاتف كل حاجة انا مقدرش يبعوني واولهم الحاج اللي جيتها في امعات ده ومين قال اللي انا عايزهم بيبعوك يا زناتي؟ اما ليه يعني؟ عايز لنا ادخل السجن الجماعة عشان ساعاتك تبسط وترتاح؟ لا يا زناتي احنا كلنا دلوقتي هنتفع على شهادة واحدة نقولها قدام النيابة اللي قاتل زياد هو المرحوم رفاعي ايه الجنان ده؟ وارفاعيات الزياد ليه؟ ما استنى يا معاني النايب؟ كامل اسليم بيه؟ اقول متر فهمني هو لازمته ايه بقى حد تقزي فينا بسبب زيادة؟ مارفاعي عشان لو برضو مش هتقزي عشان خلاص مات احنا زي ما جتناش الفكرة العبقرية المجلولة دي عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض مفيش مرة احتفكرنا نحط يدنا في قدين بعض ونشوف حل ايه يا متر انت هتصدق يلي هل اوصل لبي قولها دي ولا ايه؟ أليا زناتي أليان ما استنى ايه تاني؟ لما تسلموني؟ ولا سلمك ليه زناتي انا ميحمينيش ماي الي قتل زيادة يهني änنا نحمينينا الناس بتبراطي علي عارف الي انت قتلت زيادة أي زي ما انا عارف انه انت قتلت رفعي وتيسه بس كل ده مهمنيش انا نحميني allies بتحققي وانا الكلام ده مايدى خلش زمتي بملوين أنا مويتك دلوقتي والبهواتي يشهدوا معي إنك اتهجمت علينا وأنا مويتك دفاع عن النفس وهي مش أولو لآخر مرة يشهدوا ظهوري يعني أنتوا إيه؟ مش متفين مع بعض؟ نعم، متفين مع مين هو فيه بالزبط؟ اسمع زنادي، أنا عارف إنك متفين مع سليم تديروا الفيديو وارفاع يشيل أضاية زياد ما حصلش، مش قلتكوا الجد عدو يلعب بينا؟ الحكاية سليم بيه؟ الحكاية خلصت خلاص يا لطفي نزل سلاحك أنت وهو نزلوا سلاحكم نزل سلاحك يا زنادي أنت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف، بس أنت كمان لازم تشوف إنه مش زنادي اللي يروح عوانتك ولو حد فيك وقرب خطوة كمان هفارتك دماغ صحبك اللي أنت ما تفهم مع عدا أنت فاهم؟ اللعبة خلصت خلاص يا زنادي وأنت كده كده رايح نزل سلاحك عشان نعرف نتكلم مش شروح لو واحدي ولو كنت فاكرة أنت هتلعبوها بأشياءات مع بعض وأشيلها الأمين لنقلب أنت بخلطات أنا مش شروح لو واحدة أنت فاهم؟ ومش أخرق لو واحدة لو هنخرق هنخرق كلنا يعني علاوة على أعدائي زنادي يا كده خلاص ما فيهاش أمين وظابط اللي غلط هيتحاسب ما أنتو كمان بتغلطو؟ ما حدش فيكو بتحاسب هو سليم ده حسباني فيه؟ اهدى زنادي اهدى عشان نعرف نتكلم ما تقوليش يا ده أنا مش مجنون اهدى زنادي خلينا نعرف نتكلم اهدى أكيد دي الوقت صدقتني صلاح بيه ولو موت دلوقتي ولا قتلني يوب بزن بفرقبتك يوب بزن بفرقباتنا يبو بزن بفرقباتنا يبو بزن بفرقباتنا اشتركوا في القناة الماء يا أهدا أهدا اللي أهمك تفضلي بيش بحظ الله بيديو من الحرام مش هوصيك سليم أنا عاوز إعترافات واضحة مش عاوزين كل اللي عملنا ده يروح على الأرض طوليش يا بيش اقررهم لك واحد واحد انت ما تعرفش يا عمد بيتا عبنقدي إيه لحد ما أقف ان أنا أقدم طلب للنيابة بتسجين المقابلة دي حتى النقب العام ما أقفقش غريل ما وعدته موضع كله شايلونة على ما سميتي بشكل شخصي بتلاش لو خرجت مجوه عايش مش صغر لها بدك تبارك من نفسك أسليم كله من الله كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع تمن اللي عمله إلا ما دفعوش في الدنيا أسليم هيدفعو في الآخة فأصلا أنا كده عملت كل اللي عليها وهفيت بكل وغودي معتش فاضلي دلوقتي غير إن أنا أبود على إيه بنوود فاو ماجد عشان حقن هذا والشكل ده أبقى أخلصت من قضياتي خالص سليم بشغل نفسك بحاجات مش هتفري كتير حتى لو أنا اقتنعت النابارين هعتقدش إن ضحي غيره في موقفك القانون يفعج عفري لو سعدتنا جيد دليل برؤتين أزاي أنا عندي خطة ممكن يجيب إعترافات منهم بالتسجيلات منهم منهم اللي عملوا كل ده بس عشان ده يحصل محتاجين إذن من الميابة وإنت الوحيد اللي تدور سعيد أكد عملت اللي عليك الضلوق في ده بتاعنا أنا اللي هكيبه تجيب الموانك تفضل بش أنت تن تن تعب الشريك أحمق الشريك! ertas انه ل complexity! لم يولوا الحقيق! لم أخرجم إذنناك! لم يالحقنا! لذلك، لم يلحقنا! سيبونا يا رب سيبونا يا رب دلعني شرير سيب أهدني يا شرير بي أنا مجرد مستشار قانوني وبحكم إن أنا محامي ما أقدرش أطلع على أسرار موكلي برا أبدا هم طب مش هادة الظهور متسطر على مجرم هربام العدالة وإخفاء الأدلة وإخفاء الأدلة محمد كل ذلك مشان أحمدني لأن بحدي الشير بس ربينا أخده مني أخد عشان يربينا ما هو قولك في تورط النائب تميم زهدي في الأمر؟ أيها تميم كان معي خطوة بخطوة طبك أنا أدرايا بكل حاجة أنا من رأي بقى أنا من رأي بقى تسيبك من كلام الموحمين الده لش أنفعك بحاجة أنا أقول حضرتك على كل حاجة بكتب يا ابني يخلى سبيل كل من سليم عبد الحميد الأنصاري وإبراهيم سعيد السني من سرايا النائبة أبورك يا إبراهيم أبورك عليك الوراقة يا سليم بيه تليش الموضوع حصل الضعب يا خلاص خالص كلها كم يوم قد ليه في الكلبش الكلبش؟ أتفعك الكلبش أسليم بيه أنت بتضحك دي كانت أمسود يا جدع الحمد لله يا بيت كفية بس أن أنا تحرفت عليك الحمد لله خلي بالك منافسك بنا يا سعدة يا خسليم بيه انساش تبقى تعزمني في الفرح بتاع الفرح هيدا يبقى كله زبار شيف عز المسجلين يا عرض ربنا يا رب إيمانك فيك يا بيه تعالي بقى طمينه اللي حسمي يجيني وعليك الحمد لله يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي أبلالة سرق بكده عشتني يا ربي المترجم للقناة 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 المترجم للقناة